وفي موازات ذلك وجه غبطة بطريارك القدس للاتين بير باتيستيا باتسبالا برقية تعزية إلى أسقف أبرشية نيس في فرنسا المطران أندري مارسو غدات الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل كاتدرائية نوتردام وذهب ضحيته ثلاثة أشخاص أبرياء وقال غبطته في نص البرقية نتحد معكم بالصلاة على نية أسر الضحايا ونشاركهم ألامهم ومعاناتهم نسأل الرب أن يمنحهم عزاء الإيمان وللضحايا الراحة الأبدية كما أدانا غبطته الإرهاب والعنف بكل أشكاله داعيا أصحاب الإرادة الصالحة إلى تكثيف حوار الأديان المبني على احترام الآخر وأضاف في برقيته باسم أسرة البطرياركية اللاتينية في القدس نتقدم بتعزين الأخوية الصادقة إلى جميع المؤمنين في أبرشيتكم لا بل وإلى كل أفراد الشعب الفرنسي الذي ما زال يعيشه تحت وقع هذه الصدمة المأساوية ترجمة نانسي قنقر